السلام عليكم منذ إطلاق القمر الاصطناعي المصري نايلسا 301 في التاسع من شهر ستة الماضي إلى بداية تشغيله قبل ثلاثة أيام في السابع عشر بالضبط من شهر سبعة الحالي خمسة أسابيع ملأ البعض الآفاقة بالتضليل والكذب حول هذا القمر والبداية المزعومة لتشغيله وتشغيل القنوات عليه ما بين من يسمي هذا التردد بالسحري ومن يسمي التردد الآخر بالشبكي وغير ذلك من المصطلحات المضللة تجنبا لكل هذا ودعاء مني لنشر الحقيقة والحكم لكم أولا وقبل كل شيء أتيتكم اليوم بالدليل القاطع انطلاقا من مصدرين موثوقين ومشهورين وغيرهما كثير المصدر الأول يتمثل في موقع كينغ أوفست العالمي المشهور المهتم بنشر كل ما يتعلق بالأقمار الاصطناعية والقنوات الفضائية أنا الآن في المدار السبعة غربا لاحظوا هناك أربعة أقمار نايلسات مائة واثنين نايلسات مائتان وواحد ثم نايلسات ثلاثمائة وواحد وثلاث سبعة إذن لم يكن هناك أي أثر لنايلسات ثلاثمائة وواحد قبل ثلاثة أيام داخل هذا الموقع الموقع الثاني لا يقل موثوقية عن الأول بحيث أنه أيضا ينشر خبر بداية اشتغال نايلسات ثلاثمائة وواحد ها هو بالضغط عليه نجد لحد الآن ثلاثة ترددات لا رابعة لها وستأتي كما قرأت على الأقل 36 تردد كل تردد هي ضم عشرات القنوات أما الآن يعني لحد الآن هناك ثلاث ترددات يمكنكم إدخالها يدويا الأول هو 12054V الثاني هو 12284V أما الثالث فهو 12303H هي ثلاث ترددات تم نقلها من نايلسات إما 102 أو 201 إلى نايلسات 301 وهذا سيكون هو شأن باقي الترددات هناك طريقتان لإضافة القنوات التي سيتم تشغيلها في القمر الجديد نايلسات 301 إما العودة إلى هذين الموقعين الموثوقين ستجدون رابطيهما في خانة الوصف تحت هذا الفيديو أو يعني البحث الآلي في جهاز الاستقبال لديكم للوصول إلى نفس الهدف أما في ما يتعلق بالتركيب فلستم مدعون للقيام بأي شيء لا استبدال جهاز لا تحرك الطابق ولا أي شيء أمل أن أكون قد قللت على الأقل من هذا المحتوى التضليلي الذي صار يملأ الآفاقة في الآونة الأخيرة في المجال التقني وغير من المجالات ترجمة نانسي قنقر